فيما يتعلق بالأسئلة الشائعة هناك سؤال حول موضوع ارتباط تجلطات الدم بالمتعافين وهل المتعافين ممكن أن يكونوا معرضين للتجلطات الدموية يستلزم معالجتها لأشهر مثل تلك التي تؤثر على الأوردة الرئوية طبعا موضوع التخثرات أو الجلطات الوريدية التي تصيب أوردة الرئة أو غيرها من أوردة الجسم كالأطراف السفلية هذه الجلطات أو التخثرات مسألة ارتباطها بالإصابة بفيروس كورونا الجديد موجودة في حالات متقدمة أو حرجة جدا بالإصابة بالفيروس ولذلك البرتوكات علاجية بحمد الله متوفرة في المكاربية السعودية والتي تثبت نجاحها في التعامل الإيجابي بالمساهمة بحمد الله في تشافي وتعافي الحالات تعطي اعتبار مهم جدا لعملية قياس المخاطر الموجودة لذلك في الحالات المتقدمة كما أشرت إضافة إلى الفحوصات اللازمة استخدام الأدوية الملائمة لمنع حدوثها أو المساهمة في معالجتها أما ما يتعلق بالحالات اليسيرة أو تلك التي ليس لديها أعراض أو المتعافية فهناك شائع انتشرت رسائل متعددة ثارت في المجتمع خلال الأيام الماضية قد تكون هذه التغريدة انعكاس ومرتبطة بهذه التساؤلات أو هذه المعلومات المغلوطة التي انتشرت في المجتمع بأن هناك حاجة لاستخدام مسيلات للدم أو موانع للجلطة للمرضى الذين تعافوا منعا لحدوث مشاكل صحية لهم هذا غير صحيح ولا ترتبط بالحالات اليسيرة حتى الآن بشكل علمي مثبت ولا ترتبط أيضا بالحالات المتعافين بعد شفاءهم الأطباء المختصين إذا لازمت الحالة وفي الغالب هي الحالات الحرجة فقط والتي في مراحل متقدمة أو إشكالية متقدمة من المرض يكون هناك وصف لمعالج لهم قد تكون في فترة التنويم أو ممتدة أما غير ذلك فهي غير صحيحة ودائما ندعو الجميع للرجوع إلى المصادر الموثوقة وعدم الاعتماد على الرسائل مجهولة المصدر